إن الإنسان خطاء بطبعه والواجب على المسلم إن وقع في الخطأ أن يسارع إلى التوبة والاستغفار فالله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ففي الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلا وعلى المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات فالله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من الناس ولا يستخفي من الله قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوة فقال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال اتهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ويتخلص المسلم من ذنوب الخلوات بأمور منها الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتبرع إليه أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي مجاهدة النفس ودفع وسوستها ومحاولة تزكيتها بطاعة الله اجتناب العزلة والخلوة قدر الإمكان ومخالطة الصالحين والأخيار استشعار مراقبة الله تعالى وأنه مطلع على المسلم في كل حال أن يتخيل المسلم من يجلهم ويحترمهم ينظرون إليه وهو يفعل ذلك الذنب فيستشعر استحياءه من الله أكثر من استحيائه من الخلق ففي الحديث واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك تذكر الموت لو أنه جاءه وهو في حال فعل المعصية وارتكاب الذنب فكيف يقابل ربه وهو في تلك الحال تذكر ما أعده الله لعباده المتقين وما توعد به العصات والمذنبين ولله در من قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب ترجمة نانسي قنقر